سنن مهجورة أولا الشرب جالسا فعنانس رضي الله عنه قال أن النبي زجر عن الشرب قائما ثانيا الدعاء عند لبس الثوب الجديد حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ثالثا استخدام السواك فقد قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة رابعا لعق الأصابع بعد الأكل فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها خامسا الدعاء عند رؤية الهلال فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رؤية الهلال فقال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير سادسا إعفاء اللحية فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال قص الشوارب وأعف اللحى خالف المشركين وفي النهاية نذكركم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولو آية فساهموا إخوتي في نشر هذا الفيديو كتب الله لنا ولكم الأجر ولا تنسونا من صالح دعائكم فكل رسول اللحى اعطاك اسحوا اعطاك الوصف كلمر كلمر